موسيقى موسيقى مساء الخير أصدقائي الأعزاء أتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة نحن النهاردة هنتكلم عن الغزو الإسلامي للهند أكبر عبادة جماعية في التاريخ وقبل ما أبدأ في الموضوع أحب أذكركم بدعم القناة عن طريق الاشتراف في القناة وضغط زر الجرس عشان يجيلك إشعار بالفيديوهات الجديدة وعمل لايك على الفيديو إن أعجبك ومشاركة الفيديوهات على مواقع التوصل الاجتماعي ويمكنك أيضا مشاهدة الفيديوهات السابقة قد تجد فيها ما ينفع خلينا نبدأ في الموضوع طلب مني العديد من المتابعين للقناة الكلام عن مجازر المسلمين في الهند وجرائم المسلمين في الهند ولأن الأمر كان يتطلب تحضيرا أزيب من المعتاد لأنه له عدة مصادر وأنا كنت غير ملمي به كثيرا لبعد البقعة الجغرافية بتاعة الهند عننا كمصر أنا أتم بالتاريخ العالمي عمتا لكن أتم بالتاريخ منطقة الشرق الأوسط أكتر لكن بقرأ برضو في التاريخ العالمي بتاع الحضارات والأمم المختلفة دائما المسلمين في هذا الزمان بيشتكوا من الاضطهاد الهندي الهندوسي للأقلية المسلمة التي وإن كان كبيرة العدد تتجاوز 150 مليون لكنها تعتبر أقلية في بلد تعداده مليار و 200 مليون شخص حوالي 10% مسلمين لـ 12% ودائما المسلمون يتكلمون والعبون دور الضحية بسبب اضطهاد المسلمين في الهند ومعاملاتهم معاملة سيئة وهدم مساجدهم وأغلب أولئة المسلمون المتكلمون لا يعلمون أن الإسلام ارتكب أكبر مجازر في تاريخ البشرية في الهند وأباد الشعب الهندي إبادات جماعية كفيلة وعالقة في الزهن والمخيلة للشعب الهندي الهندوسي خاصة وأن الشعب الهندي شعب طيب لأنه لو كان شعبا شريرا لأباد المسلمين في الهند وبكستان عن بكرت أبيهم جزاء وفاقا لما فعله أجدادهم من جرائم يشيب لها الولدان في الهنود وقتل الأبرياء وإبادة جماعية فدعنا نستعرض الأمر غرض هذا الفيديو ليس نفس الماضي وتهييج الأحقاد ضد طائفة أو دين معين لإسلام أو دولة زي بكستان أو للعرق التوركي المغولي فكل الأديان قد ارتكبت مجازر المسيحية ارتكبت مجازر والإسلام ارتكب مجازر تمام والمسيحية ارتكبت مجازر في أوروبا أيضا وأغلب الأقوام والحضرات يعني أغلب الحضرات نشأت على تلال من الجماجم وأنهار من الدماء يعني وهذه طبيعة الحياة لحدود المتحركة وأقوام تنقرد وأقوام تأتي تحت اللوم تمام وتنشئ دولة تضمحل أخرى تمام لكن يعني قد يسأل بعض المسلمين خاصة نارف المسلمين بيحب تنطعه عندما تفضح دينهم وجرائمه يقولك أنت لابتكلم على الإسلام بس تمام فيعني ليه التركيز على هذه المجازر والحروب الطحنة الإسلامية بالرغم من أن الأمم الأخرى ارتكبت مثل ذلك السبب هو القدسية المزايفة للإسلام وجميع الدول والديانات اعترفت بالأخطاء التي ارتكبتها وقدمت اعتذارات فالفاتيكان قدم اعتذارات عن الحروب الصالبية وألمانيا قدمت اعتذارات عن النازية تمام وكل الدول قدمت اعتذارات عن جرائمها معادة المسلمين تمام يعترفون بالشر الذي ارتكبه أسلافهم وأجدادهم بل يزورون التاريخ ليطهروا أسلافهم من جرائمهم البشعة التي لم ترى البشرية مثلها فهذا يدعون لفتح الإسلام وفتح جرائم تمام وتمجيدا أيضا لضحايا أرواح الهنود الأبرياء الذين قتلهم الغزاء العرب والمغول للمسلمين تمام وأنكرت بلداننا ومجتمعاتنا هذا الإجرام تمام طيب بداية يعني هل هو فتح أم غزو تمام هنا يعني مؤرخ الإسلامي محمد قاسم هندوشاه ولده عام 1560 متوفى 1620 مؤلف تاريخ فرشتة كان أول من أعطى فكرة عن حمام دم القرون الوسطى مع أنه هو مسلم تمام حمام دم القرون الوسطى وهو الهند في عهد الحكم الإسلامي عندما أعلن أنه 400 مليون على فكرة المصادر كلها موضوع في الفيديو من تحت بالكتب الإنجليزية عشان محدش يفتح بقه تمام عندما أعلن أنه 400 مليون هندوسي تم إذابتهم خلال الغزو الإسلامي للهند الناجينة منهم تم استعبادهم أو إخصائهم زي ما نشوف كان بيتخذون خصي ويقال أن تعداد النفوس في الهند كان بحدود 600 مليون نسمة تمام؟ بحلول منتصف القرن السادس عشر كان تعداد السكان الهندوس بحدود 200 مليون فقط يعني في ظرف 100 سنة يعني بالقتل والإخصاء والاستعباد والإبادة الجمعية لـ 400 مليون إنسان يعني الهند فقدت 400 مليون شخص في 100 سنة على يد المسلمين في الوقت الذي وصل الإنجليز الشاطئ الهندية من بعد قرون من حكم الشريعة الإسلامية في الهند كان السكان الهندوس لا يتصرفون كطبيعتهم بل كان يتصرفون كالمسلمين الكثير من شهادات الأرشيف البريطاني تحدث عن حوادث بشعة كان الهندوس طرفا فيها كانت تشكل صدمة بالنسبة للبريطانيين وهذا السبب الذي جعل البعض في بعض الأحيان تتم الإشارة إلى الناس بالمتوحشين فأي شخص يتعرض للتلوث عن طريق الارتباط بالثقافة الإسلامية سيكون قد تلوثة وأصبح وحشية وهذا هو سبب الخطورة ومثل بقية المجتمعات والثقافات التي زبح الإسلام روحها الهند لا تعتبر أمة هندوسية بشكل حقيقي الهند هي ظل الإسلام نسخة هندوسية من الإسلام حيث كل فضاعة إنسانية قد تم الاحتزاء بها وتمنيها من قبل مجتمع غريبا مثل هذه الفضائع وبالتعايش مع الآفة المحمدية الأجنبية هذه العادات الإسلامية تم تبنيها وتقبلها كجوز الطبيعي من الثقافة الهندية ولكن إذا عدنا العصر ما قبل الإسلام للثقافة الهندية نجدها كانت في العموم ثقافة تحمل طابع الخير ومحبة العلوم والمعرفة والتعلم أكثر بكثير من مهم هي عليه اليوم ومنذ عهد الأمويين 711 بعد الميلاد مرورا بالمغول إلى حكم بهادر الشاه 1858 الذي يعتبرونه قائدا عظيما حتى بواسطة المنرخين الهنديين أنفسهم مدن بأكمالها تم حرقها وتم عمل إبادة جماعية بحق السكان مئات الآلاف كانوا يقتلونه مع كل حملة عسكرية وأرقام مماثلة لبشر تم ترحيلان كعبيد كل غازي يعمل تلاله الخاصة من جماجم الهندوس وهكذا كان غزو أفغانستان في عام ألف ميلادية الذي جاء لاحقا لإبادة الهندوس المنطقة كانت ولا تزال تسمى هندو كوش أي ذبح الهندوس الإبادة الجماعية التي تعرض لها لإندوس والسيخ في الهند على دقوات المحتلة العربية والتركية والمغولية والأفغانية لمدة 800 سنة لحد الآن غير معترف بها رسميا على الصعيد العالمي الإبادة الوحيدة في الماضي القريبة التي قد تكون مشابهة لذي الإبادة الجماعية هي الهولوكوست الذي تعرض له لهود على هذه النازيين وتوجد أدلة على أكبر إبادة جمعية للسكان في تاريخ العالم من روايات شهود الأعيان التاريخية المعاصرة المؤرخين وكاتب السير من الجيوش الغازية وحكام الهند الأجانب تركوا الكثير من السجلات المفصلة للفظائع التي ارتكبوها أثناء مواجهتهم يوم بعد يوم مع الهندوس في الهند هذه السجلات التاريخية المعاصرة كانت تفاخر وتقوم بتمجيد جرائم التي تم ارتكابها الإبادة الجماعية بحق عشرات الملايين من الهندوس الاختصاب الجماعي للنساء الهندوسيات وتدمير الآلاف من المعابد والمكتبات الهندوسية والبوزية كلها تم توثيقها بشكل جيد وهي تشكل دليل قوى على الإبادة الجماعية الأكبر في تاريخ العالم كتب الدكتور كونراد ألست في مقالته الموسومة بعنوان هل كان هناك إبادة جماعية لهندوس ما يلي لا يوجد هناك إحصيات رسمية للعدد الكل للقتل الهندوس على يد المسلمين لكن نظرة أولية على الشهادات المهمة للمؤرخين المسلمين تشير إلى أنه على مدى 13 قرنا في إقليم مترام الأطراف مثل شبه القرى الهندية فإن المقاتلين المسلمين قتلوا بسهولة أكثر من 6 ملايين نسمة وهم عاد قتل الهولوكوست اليهود في رشتا أدرجة الكثير من المناسبات التي قام فيها السلاطنة البهمانيين في قلب الهند ما بين 1347 و 1528 بقتل مئات الآلاف من الهندوس وهو العدد الذي اعتبروه كحد أدنى لأي وقوبة ضد الهندوس وهلاء كانوا الدرجة الثالثة فقط من سلوات الحاكمة للإقليم أكبر مذابح حدثت خلال غزوات محمود الغزنوي حوالي عام ألف اللي هو أفغانستاني وخلال الفتح الفعلي لشمال الهند بواسطة محمد الغوري ومساعديه 1292 وبعدها وتحت حكم سلطان الدلهي 1226-1526 معلومة لك برضه عشان تعرف كم يعني قد إيه الباكستانيين دول حقراء وقاظرين ومرضى نفسيين ومجرمين هما بيسموا صنعوا سوريخ بيسموها إيه بقى غزناوي وغوري نكاية في الهند وكتب ويلد دورانت في كتاب قصة الحضارة تراثنا الشرقي صفحة 459 الغزو المحمدي للهند كان على أرجح القصة الأكثر دموية في التاريخ سجل المؤرخين ورجال الدين الإسلاميين بفخر وفرح شديد المذابح التي ارتكبوها ضد الهندوس يعني شفت المسلمين حقر قد إيه؟ يعني بيقولك بفخر يعني سجلوا المذابح هم المسلمين حكام الهند المسلمين هم اللي سجلوا المذابح وقرخوها بفخر وفرح شديد عرفت ليه بقى احنا بنتكلم عن الإسلام ومنحارب الإسلام وإحنا ضد الإسلام لأنه دين إجرامي يحول الإنسان الطبيعي لمجرم يفرح بإجرامه ويفخر بإجرامه ولازال مسلمون اليومين هذا يفخرون بإجرامهم ولازال شيخ الأزهر المجرم الإرهابي يفتخر بغزو الآخرين ويقول وضعنا قدما في الأندلس وقدما في الصين فسجل المؤرخين ورجال الدين الإسلاميين بفخر وفرح شديد المذابح التي ارتكبوها ضد الهندوس والتحويل القصري للدين الإسلامي واختطاف النساء والأطفال الهندوس والمتاجرة بهم في أسواق العبيد والتدمير الشامل للمعابد الذي جرى على يد المقاتلين المسلمين خلال الفترة ممتدة من عام 800 بعد الميلاد إلى عام 1700 بعد الميلاد 900 سنة يعني ملايين الهندوس قد تم تحولهم إلى الديانة الإسلامية بواسطة السيف خلال هذه الفترة فرانسواجا تير في كتابه إعادة كتابة التاريخ الهندي طبعة سنة 1996 المجازر التي تم ارتكابها بواسطة المسلمين في الهند لا مثيلة لها في التاريخ أكبر من الهولوكوست بحق اليهود على يد النازيين أكبر من المذابح بحق الأرمن على يد الأتراك حتى أكبر وأكثر اتساعا من ذبح السكان الأصليين لأمريكا الجنوبية على يد الغزو الأسباني والبرتغال برضو الكاتب فرناند برادول في كتاب تاريخ الحضارات طبعة 1995 عن الحكم الإسلامي اللي هند قال تجربة استعمارية عنيفة للغاية المسلمين لم يستطيعوا أن يحكموا البلد إلا من خلال عمليات الإرهاب المنظم كانت القسوة هي القاعدة وده اللي عملته داعش هو الإسلام لا يستطيع أن يحكم إلا عن طريق الإرهاب المنظم فالإرهاب جزء لا يتجذب من الإسلام عشان كده أي حد بحاول يعيد الإسلام إلى مجده بتلاقيه بيستخدم الإرهاب والقسوة زي داعش كده عشان يخوف الناس هما بيحاولوا يخوفوا الناس ويرهبوا الناس عشان الناس تخضع لهم لم يستطيع أن يحكموا البلاد إلا من خلال عمليات الإرهاب المنظم كانت القسوة هي قاعدة الحرق، عمليات الإعدامات المختصرة الصلب وربط الأطراف طرق التعذيب المبتكرة المعابد الهندوسية كان يتم تدميرها إفساحا للمجال أمام المساجد في أحيان أخرى عمليات التحويل الدين القسري للديانة الإسلامية وإذا حصل أي نوع من التمرد فإنه كان يتم إخماده بشكل سريع بطريقة وحشية البيوت كانت تحرق، الأرياف كانت تصبح بكبا للنفايات، الرجال كان يتم ذبحها، بينما النساء يتم أخذوهن كسبايا وعبيد الكاتب ألان دانييلو في كتابه تاريخ الهند يقول إيه بقى؟ منذ أن بدأ المسلمين بالوصول حوالي سنة 632 بعد الميلاد أصبحت تاريخ الهند طويلا بسلسلة رتيبة من جراء من قتل والمذابح والتخريب والتجمير وكل هذا كالعادة كان باسم الحرب المقدسة النابعة بإيمانهم بإلههم الوحيد هؤلاء البرابرة أصدع المسلمين يعني حطموا الحضارة ومسحوا أعراقا بكاملها عن بكرة أبيها برابرة مسلمين برابرة حطموا الحضارة فعلا ومسحوا أعراقا كاملة عن بكرة أبيها وحطموا حضارة مصر وكادوا أن يمسحوا العرق المصري وحطموا حضارة العراق وحطموا حضارة سوريا وحطموا حضارة لبنان وحطموا حضارة الأمازيغ وهنا برضو كاتب عرفان حسين في مقالته شياطين من الماضي كتب بينما الأحداث التاريخية يجب أن يتم الحكم عليها في إطارها الزمني فلا يمكن الإنكار أنه حتى تلك الفترة الدموية من التاريخ لم يتم إظهار أي رحمة للهندوس قليل للحظ الذين كانوا معبرا لفاتحين العرب لبلاد السند والبنجاب أو القادمين من أسيا الوسطى اللي هم المغول والأطراق واكتاحوا المنطقة من أفغانستان الأبطال المسلمين الذين لهم صورة أكبر من الحقيقة في كتب تاريخنا ارتكبوا الكثير من الجرائم المروعة محمود الغزنوي قطب الدين أيبك بلبان محمد بن قاسم السلطان محمد طغلاق كلهم لديهم أيدي ملتخة بالدماء لم يمسح تقادم السنين عبر الزمن بالرؤية عن طريق عين هندوسية فإن الغزو الإسلامي لبلادهم كان كارثة تم معابدهم تم تدمرها رموزهم الدينية تم تحطمها نساؤهم تم اختصابهن رجالهم تم زبحوهم أو أخذوهم كعبيد وعندما دخل محمود الغزني إلى سومانث في إحدى غزواته السنوية ذبح خمسين ألف وهم كل سكانها أيبك قتل واستعبد مئات الآلاف قائمة الرعب طويلة وموجعة هؤلاء الفاتحين الغزاية برروا أفعالهم بأنهم واجب دين مقدس لضرب غير المؤمنين عن طريق وضع أنفسهم في خيانة الإسلام المقدس زعموا بأنهم يحاربون من أجل معتقدهم وفي الحقيقة كانت الرغبة في الزبح والسلب والاختصاب هي الواضحة يعني للأسف هذا طبع المسلمين الذبح والسلب والاختصاب ويحنون إليه مرة أخرى يريدون أن يعيدوا هذه الأيام السوداء مرة أخرى ولكن هايات لن يسمح لهم أحد ولو أرادوا العودة بدولة إسلامية مرة أخرى دولة خلافة سيكتمع عليهم العالم وانتحد عليهم العالم وقد يضربونهم بالسلاح النووي لأنه أخطر شيء في العالم هو الإسلام دين إرهابي شيطاني تاريخه أسود وحاضره مظلم ومستقبله غير معلوم يعني دي كتعينا بقى بسيطة من شهادات يعني العلماء والمؤرخين عن عصر الغزاء العرب والمسلمين والترك والأفغان المسلمين يعني مثلا برضو نديك شوات نبذات يعني الحاكم الأفغاني محمود الغزنوي غزل هند 17 مرة من 2001 لـ 1026 وكتاب فيه كتاب اسمه تاريخ يميني تم كتابته بواسطة وزيره وزير محمود الغزنوي هو يوثق العديد من الحلقات الدمية غزلات العسكرية فبيقولي إيه ده توثيق المسلمين بقى تمام يعني ده وزير محمود الغزنوي بيقولي إيه بقى دماء الكفار تدفقت بغزارة في مدينة تهنسير الهندية حتى أن الطيار كان مشوها على الرغم من نقواتها كان الناس لا استطاعون شربها الكفار هجروا حصنوا حوالوا عبور النهر لكن العديد منهم قتلوا أو أسروا أو غرقوا تقريبا خمسين ألف رجل قتلوا تمام ده هو اللي بيكتب اللي هو وزير محمود الغزنوي ده دي في معركة واحدة بس في السجل المعاصر تاج المعاصر هو اسمه كده تاج المعاصر اللجل كتابه حسن نظام النيسابوري جاء فيه أنه عندما غزى خد بالدين أيبك سلطان دلهي الأول من أصل أفغاني سنة 1194 لـ 1210 مدينة ميرات مسح من على وجه الأرض كل المعابد الهندوسية وأقام محلها المساجد وفي مدينة ألكرا قام بتحويل كل السكان الهندوس إلى الإسلام بقوة السيف وقام بقطع رأس جميع من تمسك بديانات الأصلية تمام المؤرخ الفارسي ووساف كتب في كتابه النوع عندما قام علاء الدين الخلجي وهو حاكم من سلالة الخلجي في الهند من أصول أفغانية تركية تمام 1295-1316 باقتحام مدينة كامبيات على رأس خليج كامبي قتل الذكور البالغين من السكان من أجل عظمة الإسلام وأجرى أنهارا من الدماء وأرسل نساء المدينة مع ذهبهن وفضتهن وجميع مجوهراتهن إلى بلده تمام وألحق حوالي 20 ألف نسمة من الهندوس إلى تقم الخدمة والعبيد الخاص به تمام الهند لديها تاريخ ثقافي عميق الدينة الهندوسية بدأت هناك في حوالي 1500 قبل الميلاد والبوزية كانت هناك في حوالي قرن السادس قبل الميلاد هذه الثقافة ثقافات كلها مسلمة يعني ما فيش أي دين ولا الهندوسي ولا البوزي بيدعو القتل أي أحد ده كلها ثقافات بها بتتكلم عن الحياة وتدريب النفس والمديتيشن واليوجا والكلام اللي هو ده تمام ناس مسلمين والبوزية كانت هناك حوالي قرن السادس قبل الميلاد هذه الثقافة كانت متداخلة في أعمال بديعة وفي الثقافة والفكر وحرية العبادة كان عندهم حرية العبادة عندهم آلاف الآلهة ومئات الأديان كانوا وكان كل واحد في حال والحرف الفنية قبل وبعد خلال الأيام الأولى للإسلام استبرعوا علماء الهنود عملهم في العلوم والرياضيات وما تشمل من الصفر والجبر والهندسة والنظام العشري وما يسمى بالأرقام العربية الأرقام العربية دي أرقام هندي كان يقولك الأرقام دي أصلا أرقام عربية أرقام هندي وفي الحقيقة أرقام هندي والطب والفلسفة حتى في بلطات الحكام المسلمين الآخرين كانت أتون إلى الجامعات الهندية الأطفال الهنود الذكور والناس كانوا تعلمين في نظام تعليمي حكيم يحتوى على طايف واسع من المواضيع العلمية مثل العلوم والطب والفلسفة والفن والأمار الهندية كانت رائعة وكانوا شعبا مزدهرا إلى أن جاء الإسلام كل شعب تليه مزدهر يجيله الإسلام ذبح واستعباد واغتصاب وعنف ونهب وتدمير المواقع الدينية والحضرية الفنية والمعمارية وفقر واستغلال وإيانة ومجاعة وتحويل قصري للدين الإسلامي وانحضار في الأنشطة الظهنية وتدمير اجتماعي واستفحال الأمراض الاجتماعية في الإسلام تم اعتبر أن كل شيء غير إسلامي هو من زمن الجاهلية ويجب تدميره أو الاستلاء عليه وتسميته معلم إسلامي أفغانستان الهندوسية تم تدميرها وتم إنشاء باكستان وكشمير وبنجلدش على أنقضها كان ثمن الغزو الإسلامي هائلا في الأرواح والثروات والثقافة تمام تقديرات تقترح أن ما بين 60 إلى 80 مليون قد قتلوا على يد الغزاء المسلمين وحكامهم ما بين عامي 1525 فقط من 60 إلى 80 مليون تقترح خلال 500 عام انخفضت تعداد السكاني بشكل مخيف وأحد المؤرخين هل هذا مستحيل وغير قبل التصديق في حرب الاستقلال بنجلدش في 1971 قتل الجيش الباكستاني المسلم ما بين مليون ونصف إلى 3 مليون إنسان معظم ومسلمين في التسعة أشهر فقط تمام يعني حرب الاستقلال بنجلدش كان اسمها الباكستاني الشرقية اللي ما يعرفش يعني تمام وكانت عايزة تستقل عن باكستان تمام في حرب الاستقلال دي الجيش الباكستاني قتل مليون ونصف إلى 3 مليون إنسان مسلم بنجلدش تمام اللي يجوا يقول لك مجازر الملحدين تفضل الباكستانيين قتلوا مليون ونصف بنجلدش مسلم عشان عايزين يستقل والعالم بقى يعني سكت ومحاديش تكلم سمعت انت حاجة عن الكلام ده لا وهو بيقول الاعداد الحقيقية لهندوس الذين زبحوا بواسطة المسلمين كانت حوالي 400 مليون وليس 60-80 مليون وفقا إلى فريشتا المؤلف كتاب تاريخ فريشتا وكلشان إبراهين وبناء على المعطوات والشهادات المتوفرة فإن اعداد الينود الذين تم استعبادهم كان هائلا الغزو الإسلامي لهند كان على الأرجح هو الأكثر دموية في تاريخ البشر المؤرخين والعلماء المسلمين كانوا قد أرخوا وسجلوا بكل فخر واعتزاز عمليات ذبح الهندوس والتحويل القصري للدين الإسلامي وخطف النساء والأطفال الهندوس لاستعبادهم وتدمير المعابد الذي جرى على يد مقاتلي الإسلام لفترة من 800 إلى 1700 بعد الميلاد ملايين الهندوس تم تحويلهم للإسلام بوسطة السيف خلال هذه المدة المؤرخ ويلد دورانت وأيضا رضوان سليم بيقولوا يبقى المتوحشون في المستوى منخفق جدا من الحضارة وليس لهم ثقافة تستحق الذكر دي حالة العرب والأطراق ولا ثقافة ولا حضارة هي دموية وإجرامهم هم سادوا الأماكن دي واحتلوها بدمويتهم وإجرامهم وأن هم بلا أخلاق انت فاهموا بلا مانع يمنعهم اللي يقول لك الأخلاق ومنظومة أخلاقية كانوا يقتلون كل من يقف في طريقهم هم يعني انتصروا بسبب وحشيتهم الشديدة من الجزيرة العربية غرب آسيا بدأوا بدخول الهند في أول القرن وما بعده الغزال المسلمين مسحوا عن الأرض أعداد لا تحصى من المعابد الهندوسية حطموا أعداد لا تحصى من المنحوتات والرموز التاريخية نهبوا أعداد لا تحصى من الحصون والقصور التباع الملوك الهنود قتلوا أعداد ضخمة من الرجال الهنود وحملوا معهم النساء الهنديات لكن كثير من الهنود لا يبدو أنهم يدركون بأن القتل المسلمين حطموا التطور التاريخي لواحدة من أكثر حضرات تطورا على وجه الأرض الثقافة الأكثر إبداعا والمجتمع الأكثر إبداعا بالطبع الهنود قبل الإسلام كانوا يحاربون ولكنهم لم يمارسوا الاستعباد ولا التخريب ولا المذابع ولا تدمير مواقع الدينية ولا تدمير المحاصيل والزراعة اللي يقول لك المسلمين الرسول نحا عن حرق الشجر هو نفسه حرق شجر زي ما بياننا وقطع النباتات وحرق النخيل في غزوة خيبر هو محمد هو اللي أنشأ المسلمين على الإجرام ده هو اللي أنشأ هذه العقيدة الإجرامية الذي تبنتها كل الشعوب الإجرامية كل الشعوب اللي تتبني الإسلام تلاقيه شعوب إجرامية العرب مجرمين متوحشين قتلة انت فاهم؟ صعليك صحراء الترك مجرمين بدو برضو الترك والمغول بدو متوحشين وقتلة وسفكين دماء فكل القتل وسفكين الدماء وجدوا في الإسلام ضلاتهم حتى هتلر مدح الإسلام لأنه كان يحب فيه العنصرية والدموية لم يكن هناك مفهوم الغنائم عند الهنود لذلك لم يكونوا على استعداد لمواجهة انقضاء الإسلام عليهم اضطر الهنود الأصليين لفرار الغابات والجبال أمواجهة استغلال وضرائب كبيرة أو الزبح أو الاستعبات في الوقت الذي كان مجتمعهم يتم إذلال وضحطيمه المسلمين بدأوا مباشرة باستهداف الهنود الأصليين ورموزهم الدينية والتجمعات السكنية وحاربوا بعضهم البعض أيضا في ثورات وانتشققات بواسطة أمراء الحروب والقضاء والأمراء المسلمين طوال فترة الحكم الإسلامي طيب ماذا عن العبودية في الهند إيه اللي فعلوا بقى يعني صورة العبودية في الهند التي يعني اتبعها المسلمون في البداية الهند كانت تشمل ما نعرفه اليوم عن دول الباكستان أو السند وبنجلاديش الليال بنغال وكشمير الهندوسية والبوذية وكانت مزدهرة في أفغانستان قبل السيطرة الإسلامية في القرن السابع في قرن السادس عشر انقسمت أفغانستان ما بين الإمبراطورية المغولية الإسلامية الهندية وما بين الصفوين الفرس في البداية سمح الأمويين للهندوس في البقاء بوضع الظمي يعني يتعاملوا زيهم زي المسيحيين واليهود وذلك بربما بسبب أعدادهم الكبيرة ومعارضاتهم للإسلام والقيماتهم المادية كمصدر للضريبة هذا الأمر يعرض نصوص قانين الإسلامية التي تنص على القتل أو اعتناق الإسلام بالنسبة للكفار والمشركين عندما تم سؤال السلطان التمش المتوفزة 1236 عن السبب وراء عدم تطبيق النصوص الإسلامية بتخدير الهندوس ما بين قتل وإسلام عندها قام بالرد التالي في هذه اللحظة المسلمين هم قليلون وهم مثل ملح في طبق كبير بكل الأحوال بعد عدة سنوات عندما تمكن مسلمون في العاصمة والمناطق والمدن الصغيرة تصبح قواتهم أكبر سيكون من الممكن أن نعطي الخيار للسكان الهندوس ما بين القتل والإسلام يعني هو بس عشان كان عدد المسلمين قليل وعدد الهندوس كثير فقال لك ما نغادش علامة أكتر من كده وعلى الرغم من وضعهم المضعوم على وضعات الزمية إلا أن مجازران هائلة تمت فيهم وتغيير إجباري للدين بشكل ضخم واستعباد مهول كان السبب التحول الإسلام في جميع الحكم الإسلامي في الهند بحلول القرن العشرين بعد تطبيق حكم الشريعة الإسلامية بتخيير المشركين والكفار ما بين القتل والإسلام المقاتلين اللونود تمت ذبحهم بينما تم استعباد النساء والأطفال وكانت عمليات الإخصاء تجرى للمستعبدين الهندوس من الأولاد الليافعين في الأغلب كانت الأعداد الحقيقية لا تعطى بل استعاد عنها بمثل هذه التعبير عدد لا يحصى من الأسر والعبيد أو جميع النساء والأطفال تم استعبادهم وفي الأحيان كانت الأرقام يتم تقيدها كانت حصائل مروعة ومع البشر المستعبدين أخذ المسلمون معهم كل شيء النقود المجوهرات الملابس الأثار الأثاش الحيوانات الحبوب وضمروا ما تبقى قمة الإجرام الحكام المسلمين ده المؤرخ الإسلامي أتبي في وصفه لغزوة أخذ العبيد للسلطان سبكتكين 942-997 في سخده الحكام المسلمين كانوا أجانب حتى القرن الثالث عشر معظم العبيد كان يتم إرسالهم إلى خارج الهند لكن بعد حكم سلاطنة دلهي 1206 أصبح المستعبدين يبقون للخدمة في السلطانة يبقون في الهند وفي أي مكان آخر العبيد أيضا كان يتم استرادهم وكان الجوش الإسلامية تتكون من طيف واسع مما جميع العبيد الذين تم تحولهم الإسلام كان العبيد والسباعي يعتبرون غناء من الله وكان الحصول عليهم يشكل دافع قوي جدا وأساسي للجهاد يعني كان دافع قوي الأساسي لهم استعباد البشر أخدهم عبيد وسباعي كان عداد العبيد كبيرة جدا بحيث أصبحت أسعارهم رخصة جدا رجال تم تدميرهم لكن هذه منهبات وغناء من الله الذي يقوم متشريف دينه فقط بهذه العطاية ويذل ويحطم الكفار والمشركين في السند اللي هي باكستان يعني المنطقة الأولى التي تمت مهاجمتها بنجاح المجتمع الإسلامي في بداياته كانت أكامنا العبيد الذين أمبروا على الإسلام وأعداد صغيرة من السادة العرب وفي البداية كان العبيد يرسلونا بالقوة إلى خارج الهند زي ما كان يعمل محمد بن القاسم الثقافي اللي كانوا عاملين عليه كرتون للأطفال وكانوا يضخموه بيقول لك أصغر قائد في التاريخ كان عنده 17 سنة تمام؟ بيتفخروا المجرمين دايما بإجرامهم المسلمين الغذاء في بلاد السند أرسلوا بأمر من الحجاج بن يوسف الثقافي في زمن الخليفة الوليد الأول أرسلوا 300 ألف عبد بغضون حملة الثلاث سنوات بعتوا 300 ألف عبد دا البداية لسه تمام؟ من 712 إلى 715 المقاتلين المسلمين جاءوا من كل مكان للمشاركة في هذا الجهات تمام؟ الغذنويين الترك من غزنة وأفغانستان الغذنويين الترك من غزنة وأفغانستان في 17 غزوة بين 797 ميلادية لـ 1030 ميلادية أرسل السلطان محمود الغذنوي ومن ترك أفغانستان مئات الألاف من العبيد إلى غزنة في أفغانستان متسبباً في خسارة مليوني إنسان عن طريق السبي والاستعباد والبايع خارج الهند مؤرخين من أمثال أطبي مساعد السلطان وفر بعض الأرقام مثلاً من زنيسار المسلمين جلبوا 200 ألف أسير خلال عودتهم إلى غزني في أفغانستان في عام 1991 تم جلب 53 ألف في أحد المراحل كانت أسهم الخمس التابعة للخليفة لأن طبعاً عارفين بقى الخمس اللي لهو الرسول دا اللي شرعه محمد الشيطان الشيطان الأكبر محمد دا هي 150 ألف وتم اقتراح 750 ألف أسير لمضاهاتها 500 ألف أسير تم أخذوهم خلال حملة واحدة في الوهند يقال أطبي اللي هو الأطبي اللي هو مساعد محمود الغزنوي أو مضت السيوف مثل البرق وسط ظلام الغيوم نوافير الدماء تدفقت مثل النجوم المتساقطة أحباب الله هزموا عدواهم المسلمين انتقموا من الكفار أعداء الله وقتلوا 15 ألفاً منهم وجعلوهم طعاماً للحيوانات والطيور الجارحة الله أيضاً منح أحبابه هذا الكم الذي يتجاوز كل الحدود والحسابات من الغنائم بضمنها 500 ألف من السباية رجالاً ونساءاً جميلات فضل عم الغزنويين حكموا خلال سلطنة البنجاب الإسلامية حتى عام 1186 الهجمات على كشمير هانسي ومناطق من البنجاب أنتجت مجازر جماعية واستعباد أعداد كبيرة مثلاً 100 ألف في عام 1079 أثناء الهجوم الذي حصل على البنجاب وتحت حكم حكام الغزنويين التركي مثل محمد الغوري الأفغاني وقائده العسكري ثم الحاكم قب الدين أيبك حكمه 1260-1210 وسلطنة دلهي عملاق قطع رؤوس جماعية واستعباد وتحويل ديني قصري وتخريب وتدمير المعابد والعبيد كانوا كثيرين بشكل خيالي في عام 1195 أخذ أيبك 20 ألف عبد من راجا باهيم وخمسين ألف من كالنجار عام 120 واثنين حتى فقراء المسلمين أصبحوا سادة وأصبحوا سادة وامتلكون أعداداً كبيراً من العبيد الهنود خلال قرن الثالث عشر وقرن الرابع عشر وحكم الخلجي والتغلاق تجارة العبيد نمت وانتشرت بخدر انتشار الإسلام آلاف العبيد تم بعامه بأسعار بخصة كل يوم وكان استلاء علاء الدين الخلجي الذي حكم عام 1296 لألف ترتيم وستاشر على عبيد مذلاً ومهينة حيث كانوا مقيدون من الرقابين بالسلاسل وفي غزو سمناث وحدها استولى على عداد كبيرة من الخادمات والخدم الجميلين بعدها تصل إلى عشرين ألف بضمنهم أطفال من كلا الجنسين بعدها أكثر مما تستطيع الأقلام أن تكتبوا أن تكتبوا الجيوش المحمدية أوصلت بلاد الهند للضمار التام ضمرت الروح السكان خربت مدناهم واستولت على أبنائهم وذريتهم وكتب أبوستم أن ألاف عديدة من البشر تم ذبحهم وأن علاء الدين الخلجي كان لديه خمستاشر ألف عبد من الأولاد في خدمته الخاصة وسبعين ألف عبد يعملون بشكل متواصل في خدمة منتلكاته النساء كنا يمارسنا الجاهار وحرق وقتل الذات لتجنب الاستعباد والاغتصاب يعني النساء اللي ندوس كانوا بيحرقوا نفسهم ويقتروا نفسهم عشان ما يستعبدوش ولا يقتصبوا ويقول أمير خسروا الصوفي الأتراك أينما حلوا بإمكانهم قتل شراء أو بيع أي هندوسي المستعبدين والمخصيين في جميع الحال العالم الإسلامي المهزومين يتم إخصائهم بضمنهم عبيد الهندي يعني شوف القزارة والحقارة بتاعت المسلمين بيخصوا الناس اللي بيخدوهم عبيد ويتم هذا عمل هذا الموضوع من أجل أن يستطيع هؤلاء الرجال من حماية الحريم عشان يحموا الحريم بتوعهم من أجل أن يبقى إخلاصهم للحاكم حتى لا يبقى لهم أمل بإنشاء عائلة خاصة بهم شوفت الحقارة والقزارة والإخصاء هو عادة متأصلة ومنتشرة في الحكم الإسلامي وربما كان سببا في انخفاض تعداد سكان الهند من مئتين مليون في عام ألف إلى مئة وسبعين مليون عام ألف وخمسمائة حالما غز السلطان باختيار خلجي البنغال في ألف مئتين وخمسة أصبح من الموردين والمجاهزين الرئاسيين للعبيد المخصيين واستمر هذا الموضوع خلال الفترة المغولية من ألف خمسمائة ستة وعشرين لألف تبنمائة سبعة وخمسين وأكبر الكبير امتلك الخصيان يعني كان ألف خمسمائة ستة وخمسين ألف ستة وخمسة امتلك الخصيان وسعيد جاتاي امتلك ألف ومئتين مخصي أثناء حجم أورانج زب عام ألف ستة وخمسين في حضر أباد اتنين وعشرين ألف صبي تم إخصائهم وتم إهداءهم وبعهم الحكام المسلمين وسلطان الدين الخلجي كان لديه خمسين ألف صبي في خدماته الخاصة والسلطان محمد تغلاق كان لديه عشرين ألف والسلطان فيروس تغلاق كان لديه ربعين ألف وكانوا حب جمع الصبيان لممارسة الجنس معهم وكان عنده 180 ألف عبد والكثير من القادة تحت حكم سلطين مختلفين كانوا مخصيين والمرخين المسلمين كتبوا عن افتتان السلطين محمود الغزنوي وقب الدين وسكندل لودي بالصبيان الوسيمين لممارسة الجنس والسلطان محمود كان مفتون بقائده الهندي تي لاق تمام يعني أظن كفاية كده سرد تاريخي وقصص انت فاهم بينت لنا كمية الإجرام الذي لا يصدق عقل والذي لا تحتمل النفس البشرية الذي مارسه المسلمون العرب والترك والمغول والأفغان في حق الهنود الهندوس قتلوا أكثر من 400 مليون استعبدوا ملايين البشر وخصوهم استعبدوا عشرات الملايين من النساء تمام هدموا المعابد وآثار الحضارة الهندية العظيمة تمام وضمروا كل شيء ثم يأتي بعد ذلك إنسان مسلم معاصر حقير لا يعلم التاريخ يقولك الهنود بيتطهدوا المسلمين أنا لو ما كان الهنود والمسلمين أعملوا فيها كل الكلام ده بصراحة أنا لو ما كان الهند أضرب كل الدول الإسلامية اللي حاولي بالقنابل النوائي يعني أضرب باكستان وبنجلدش دول أبيدهم عن بكرة أبيهم تمام جزاء وفق وهذا لن يوفي عشر معشار ما فعلوا المسلمون في الهند يعني يعني ما يقرب من مليار هندوسي يكنون الكراهية للإسلام والحقد عليه وهذا طبيعي بسبب كل هذه الأفعال والمسلمين بقى مش يطلعوا يعني أجدادهم عملوا هذه الجرائم البشعة التي هي أبشع جرائم في تاريخ الإنسانية مش يطلعوا يعتذروا بقى عن هذه الجرائم أنت خبالك وتبرأوا منها يعني ويحسنوا إلى الهند والهندوس لا لغد الوقت بيحتقروا الهنود يعني في دول الخليج العرب العرب البدو الجرب ورغم ما انضفوا أبدا دول الخليج دول دول عرب بدو برد تمام أجراب يعني بيعمل يقولك الهندي الهندي البنغالي الهندي البنغالي مع أن الهندي ده متوسط زكاء أعلى من متوسط زكاء أسكى واحد خليجي أنت فاهم يعني أجبت هندي عادي متوسط زكاء والهنود ملوك العالم دلوقتي في الكمبيوتر وفي البرمجة وفي التقنية وكل الشركات الكبيرة ورؤساء هنود وجوجل رئيسة هندي وألفابيت رئيسة هندي أنت فاهم وكل الشركات الضخمة والمؤسسات الضخمة رؤساء هنود أنت فاهم وعندهم ملايين المبرمجين وملايين الخبراء في التكنولوجيا المعلومات والهند دلوقتي يعني خامس أكبر اقتصاد في العالم بعد أمريكا والصين واليابان وألمانيا وسوف تكبر أكثر من ذلك وتصبح ثلاث أكبر اقتصاد في العالم أنت خبالك وسوف تصبح عملاقا ضخما وهذا طبيعي لأنها دولة عريقة ذات حضارة عريقة وثقافة عريقة وبعد كل هذا الضمار والخراب الذي سببه إليه من المسلمون هم في قمة العالم الآن هو طبعا عددهم كبير وعندهم فخر وكل شيء لكن عندهم نخبة جيدة فما بالك لو لم يحتل المسلمون بلادهم ويخربوها لكن مشكلة رينود أنهم كانوا مسلمين وشعب طيب مثل الشعب المصري انت خبالك شعب مسالم وشعب طيب اقتحم بلاده هؤلاء المسلمون البربر الهمج القتلة مدمر الحضارات وسافك الدماء وقاتل البشر تمام تتالوا عليهم عربا ثم تركا ثم أفغان ثم مغول تمام وسلبوا ونهبوا في بلادهم وخطروا عشرات المالين أكبر مجازر بشرية في تاريخ البشرية الهولوكوست من نسبة لها يعني لا شيء انت خبالك فأكبر مجازر تاريخية في تاريخ البشرية ارتكبها المسلمون بإجرامهم وإرهابهم واستعبادهم للبشر يعني وكل هذا بسبب النصوص الإسلامية التي تحرض على ذلك وبسبب شخصية محمد الإرهابية الذي مارس كل هذه الأفعال البشعة من قتل وسلب ونهب واستعباد للبشر وسبي للنساء واختصاب للنساء فتبعه أباعه انت خبالك من العرب والترك والمغول وجدوا في الإسلام مرتعا لتنفيذ يعني مخططهم مخططتهم القذرة وطباعهم الحيوانية من القتل والسلب كانوا يستمتعون بالقتل وسفك الدماء واختصاب النساء تمام وسلب ونهب الأموال لم ولن يكن لهم حضارة لم تقوم حضارة عربية ولم تقوم حضارة تركية ولم تقوم حضارة مغولية ولن تقوم لأن هذه شعوبها مجية انت خبالك بربرية لو لا الحضارة الغربية وتفوقها لا استمروا في إجرامهم يعني الهند احتلت طردت المسلمين المغول واحتلت الهند طردت الحكام المسلمين المغول واحتلت الهند واحتلتها مدة لاشاة كبيرة احتلتها ماخرم من 100 عام استفادت منها طبعا انجلترا استفادت كثير من الهند لكن الهند استفادت ايضا وتطورت تمام وصارت يعني من افضل الى افضل بعد ان تخلصت من الاسلام الاسود الارهابي وها هي تنضي وتتفوق ودولة عظمى ودولة نووية وان كنت اعيب على امريكا وده عيب سياسة امريكا ان امريكا بلا شرف وبلا اخلاق فتركت الباكستانيين يمتلكون السلاح النووي وكان قادرة على منعهم لكنها تركتهم لان الهند حليفة روسيا واتمنى ان الهند الهند مشكلتها ان هي عدوها الرئيسي والصين بينهم تنافس فاتمنى ان هي تجد حلا في التنافس بينها وبينها الصين وتبقى بينهم علاقة صداقة ويركزهم الاتنين على عداءهم المسلمين المجاورين ومستقبل الاسلام في هذه المنطقة سيكون اسود سينتهي لهم بابادة جماعية عن طريق الدربة بالاسلحة النووية وهذا سيكون جزاء مفاقة لان باكستان دي بتزنى على خراب ايه عشها يعني ولن تستطيع الوقوف قدام الهند ودخلت ثلاث حروب مع الهند الهند صحاقاتها فيهم تمام وهزمتها هزائم بشعة انت فاهم فالهند قوية وستظل قوية وستكون اقوى واقوى واتمنى من الهند وهذا حق وهذا ليس عنصرية وهذا ليس التطرف انها يعني تطرد المسلمين الذين بها الى باكستان او الى بنجلادشي ليكون لهم جزاء وفاقا لما فعلوا اجدادهم من تخريب للحضارة هناك والهند لا تسمحون ابدا مع اي احد الان يعادي حضارتهم وثقافتهم حتى نشدهم بيقولك اسجد للهند عايز تسجد للهك وستصمك اخرج بره الهند انت لست هندية لتكون هنديا يجب ان تسجد للهند تسجد للهند او بهارات هي اسمها بهارات تمام هذه الدولة والثقافة العظيمة التي انتجت الهندوسية وانتجت كتاب الفيدا انا لما اقرأه اتمنى ان اقرأه لانه طبعا كبير سبعين مجلد يعني ده قصة كبيرة بلستانسكريتية وترجم اجزاء منه لكن قصة طويلة واتمنى ان انا ازور الهند واخذ جولة فيها وازور معابدها الجميلة القديمة التي تدل على الحضارة والاصالة تمام واتمنى ان يثبت المسلمون يوما واحدا انهم بشر مثلنا واعتزروا عن جرائمهم في الهند التي ارتكبوها واتمنى من المسلمين ان يعرفوا حقيقة ديناهم هذه حقيقة ديناكم وتاريخكم وتاريخ الخلافة الاسلامية والدول الاسلامية تاريخ اسود بسفك الدماء باستعباد البشر والان يعني اعتقل ان انتو تعلمون لماذا كرهكم العالم وحدش بيحبوك ولا حد بيطئكو ولا حد عايزكو في هذا العالم وكل البشر يريدون التخلص منكم ومن دينكم لان تاريخكم اسود ودينكم انهابي وسبب للبشر الخراب والدمار والاستعباد انت اخذ بالك وهذا واضح بما لا يدع مجالا للشك وجبنا من عدة كتب ومن مؤرخين مسلمين ماذا فعل المسلمون في الهند وجرائمهم البشعة وانا اتمنى من الهند ان تشن حملة على الاسلام حملة اعلامية لان الهند برضو ايه مزوخية وسكتين عشان مصالحهم تشن حملة على الاسلام وانا سعيد بوجود مودي اللي هو هندوسي متعصب هذا جيد انت فهم لان المسلمين يحتاجون الطائرات اليمينية لتقف امامهم لانهم يستغلون الدموقراطية والحرية لنشر ارهابهم ودينهم الارهابي الهمجي وشريعتهم البربرية ويرفضون ان يعتذروا عن جرائمهم وجرائم اجدادهم السوداء ومذابحهم وجرائمهم من العبادة الجماعية والقتل والسلب وغيرها فيجب على الهند ان تتعامل معهم بقوة ويوما ما ستأخذ الهند بثقرها من المسلمين وستطردهم من بلادها وستطردهم من باكستان وستطردهم من بلاد السند وستطردهم من عدة اماكن ان هذه ارض الهند ارض الهندوس سواء هندوس كانوا او سيخ انت خبلك هذه ارضهم وهذه بلادهم وانما اخذت منهم ظلما وعدوانا وغصبا وقتلا وسبيا وارهابا بس دا الموضوع دي الفكرة واتمنى تكون الفكرة وصلت واتمنى تكونوا استمتعتم بالفيديو واتذكركم مرة اخرى بدعم القناة عن طريق الاشتراك بالقناة وعمل لايك على الفيديو ان اعجبك ومشاركة الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي وهذا عمي شيء تمام وإلى اللقاء في الفيديوهات اخرى اشتركوا في القناة